موسيقى الأخوة والخوات الكرام المهتمين بالحدائق والبستنة الحلقة اليوم عدنا عن أعراض نقص العناصر الغذائية اللازمة لنمو النباتات الجزء الأول النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم موسيقى يا أخوان الوعي في الإنسان أن يخلق النور والظروف والوقت هو الثروة الوحيدة ويجري كجريه بالماضين ولا يعود يذهب اليوم بما فيه سبحانه الأول لم يزل والباقي بلا أجل مخص بالنجاد والمهاد بأنواع النباتات والورود لاستمرار البقاء والنبات والورد يضيف قيمة من الشعور بالسعادة وتنشيط القوة الذهنية وانبعاث للطاقة كلها قيم مجالية لتراث البشرية الروحي وغذاء ودواء أولا البوتاسيوم يلعب البوتاسيوم دورا هاما في انتقال السكريات والبروتين في النبات ويمتص النبات البوتاسيوم بكميات أكبر من أي عنصر آخر ويتوفر البوتاسيوم في التربة اللي فيها حموضة التربة السويل بي ايش أكثر من ستة الرقم الهيدروجيني ويصبح النقص شديد في التربة اللي الحموضة فيها البي ايش أقل من خمسة وتظهر أعراض نقص البوتاسيوم غالبا في الأراضي الخفيفة الرملية وترتبط كمية البوتاسيوم الذائبة بكمية الطين في التربة يعني الأراضي الطينية هي الأكثر غنى بالبوتاسيوم ومعظم محاصيل الخضر ثمرية أو ورقية والأشجار المثمرة تحتاج إلى كميات عالية من البوتاسيوم ويوجد البوتاسيوم في النبات بحالة ذائبة هذه شجرة المانجو تعاني من نقص شديد شوفوا عند النقص ينتقل البوتاسيوم من الأوراق المسنة هذه اللي تحت إلى الأوراق الحديثة للمحافظة على بقاء النبات حي وتظهر أعراض النقص في الصرار خفيف على حواف الأوراق امتداد إلى العروق ويتحول إلى البني الداكن يعني يصير فيها احتراق اللي يسمونها الحالة يسمونها discouraging وتموت وفي الأخيار تصبح حواف الأوراق المسنة صفراء ولكن تبقى العروق خضراء وفي الطماط تصبح الأوراق خشنة الملمس ومجعدة وتلتف حوافها لأسفل وتصفر وفي النهاية تتحول إلى اللون البني ودائما يا أخوان احنا بننصح باستخدام البوتاسيوم بيعطاء النباتات في الأسبوع مرة واحدة وخاصة أثناء عقد الثمار وجني المحصول بما يعادل واحد جرام إلى واحد لتر ماي يعني عشرة جرام إلى عشرة لتر ماي وطبعا هو متوفر في السوب وهذه قفشة البلاستيك تعادل خمسة جرام إلا هو ممكن أن تستخدم 12-12-36 أو 10-10-40 قابل للذوابات راجعوا فيديو الوسط النباتي البارتو على القناة وهناك مسببات أخرى لظهور أعراض نقص البوتاسيوم إذا زاد النيتروجين في التربة يقل البوتاسيوم وإذا زاد الصوديوم والكلور يقل بعد البوتاسيوم والجفاف والرياح تظهر بعد أعراض احتراق حواف الأشجار لكنه لا يعني نقص في البوتاسيوم وإذا كانت التربة والوسط النباتي غير جيد الصرف بعد تظهر أعراض نقص البوتاسيوم اللي هو الاحتراق بحواف الأوراق هذه كلها نسميها الظروف البيئية وعدنا بعد اللي هي الإصابات الحشرية مثل المن تظهر أعراض شبيهة بنقص البوتاسيوم شوفوا هذه حشرات المن الصغار اللي لونهم أسود نجي الآن للنيتروجين وهميته للنبات يدخل النتروجين في تركيب البروتين والأنزيمات والكلوروفيل وفي مجمله يدخل في تركيبات مهمة للتمثيل الضاوي وتنفس النبات وتشجيع النمو النشط وهي صفة مرغوبة في الخضر الورقية تيسر النيتروجين في التربة يكثر في الطبقات العليا ويقل في عمق التربة بسبب تيسر المادة العضوية في التربة من الأعلى ويتوفر النيتروجين حموضة التربة اللي هي البي ايش بين 6 إلى 8 ويقل نسبيا في البي ايش من 5 إلى 6 ويصبح النقص شديد في البي ايش أقل من 5 ويكثر ظهور أعراض النقص في النيتروجين في الأراضي الفقيرة في المادة العضوية وهو من أكثر العناصر فخدا لذوابانه على هيئة نترات خاصة في الأمطار الغزيرة وفي مياه الصرف للأراضي ومع وجود الكائنات الحية الدقيقة يتحول من أمونيا إلى نترات ومع ازدياد ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة الأرضية والتهوية الجيدة يتعرض للفقد بالترشح أعراض جادة النيتروجين عن الحد المناسب يصبح لون الأوراق لكنان أخضر غامق ويزداد محتوها من الكلوروفيل والغذاء يكون مجهز لبناء أنسجة جديدة في النبات وبيصير نمو النبات سريع الجذور والسيقان والأوراق وبيقل تخزين الغذاء وبذلك بتقل الأزهار والثمار والمحصول بيصبح قليل لأن النمو الخضري أصبح كثيف وتغى على النمو الثمري طبعا هو مهم جدا للمحاصيل الورقية أعراض نقص النيتروجين يعمل الصفرار كل النبات ويكون النبات ضعيف ومتقزم كما تكون الثمار أصغر من حجمها الطبيعي تيسر النيتروجين في الأسملة العضوية طبعا هو موجود في أسملة الحيوانات كلها والطيور والدجاج بالنسبة متفاوتة واليورية طبعا اليورية إذا أردت تستخدم اليورية تأخذ لك قفشتين ونص هاي البلاستيك وتحطهم في عشرة لترماي وتروي بها المزروعات في الأسبوع مرة واحدة الفوسفور أهمية الفوسفور للنبات هو عنصر أساسي ويدخل في تركيب الأحماض النموية وما لها من أهمية للكائن الحي وهو يعمل على تقليل الأثر الضار من زيادة النيتروجين في التربة واتجاه النبات نحو النمو الخضري طبعا هو يبكر في النضج ويشجع على نمو الجذور ليقوم بدوره البيولوجي يتوفر في التربة البي ايج بين 6.5 و7.5 ويصبح النقص شديد في الأراضي التي يقل فيها البي ايج عن 6 سبب نقصه في الأراضي الحمضية إلى تكون فوسفات الألمنيوم وفوسفات الحديد أعراض زيادة الفوسفور خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادته في التربة يسرعان بنضج الثمار مما ينشع عنه نقص في النمو الخضري الضروري لزيادة المحصول وخاصة في الأراضي الرملية أعراض نقص الفوسفور يؤدي إلى ظهور لون أحمر أرجواني في مناطق مختلفة من الأوراق المسنة والأوراق الحديثة بلون أخضر غامق أو أخضر رمادي ويزداد اللون البنفسجي على عروق الأوراق والسيقان ويصبح تليف السيقان تشوفها ضعيفة وتأخر في نضج الثمار وقد تسقط الأزهار وتكون الثمار صغيرة الحاجم وسوء الصرف بعد في التربة يؤدي إلى ظهور اللون البنفسجي شبيهة بأعراض اللي هي نقص الفوسفور طبعا متوفر في السوق اللي هو 15-30-15 تاخد قفشتين بلاستيك تعادل 10 جرام مع 10 لتر ماء وتروي به النبات مرة واحدة في الأسبوع يا أخوان تبهوا الزيادة في الأسمدة تؤدي إلى نقص في بعض العناصر الأخرى مثل الزيادة في النتروجين تؤدي إلى نقص في البوتاسيوم والزيادة في البوتاسيوم تؤدي إلى نقص في الماغنيسيوم والزيادة في الفوسفور تؤدي إلى نقص في البوتاسيوم والزنك والحديد والزيادة في الماغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم تؤدي إلى ناقص في الكاليسيوم متابعيننا بإضاء الله وجوهكم نلتقي في الجزء الثاني لأعراض نقص العناصر الغذائية في النبات